إيمانويل مكرون صديقنا نكتفي بهذا صديقنا هذا واقع يعني صديقنا صديق الجزائر صديقنا صديق الجزائر المعروف عن النظام الجزائري أنه غير شفاف دائما وهذه تعتبر ركيزة أساسية في عقلية النظام فهو لا يصارح الجزائريين وإذا اختنق بشيء ما يحاول أن يراوره ولكن أن يكون شفاف وواضح مع الجزائريين فهذا لا يمكن أبدا لأنه دائما ينظر بعقلية عسكرية التي دائما من مبادئها التكتم عن المعلومة وغالبا ما تعطى جينيرالات مستحيل يعطي المعلومة للجنود لذلك نجد القيادة العسكرية تتعامل مع الشعب كأنه جنود في ثقناته هذه الحق الأمر الثاني أنه ما يحب يكون شفاف لأنه دائما فيه حقائق ربما تفضح النظام لذلك يخفيها ويتسطر عليها ويراوغ ولا يمكن أن يعطي الحق أبدا ومما جعل الجزائريين لا يثقون في المسؤولين لا يثقون في الإعلام الرسمي ولا يثقون في شيء وترك الجزائريين الآن ضحايا لمعلومة تأتي عبر الحدود عبر قنوات مؤدلجة عبر حسابات ومواقع مشبوهة وما إلى ذلك لذلك المسؤولية الكبرى يتحملها النظام وأكبر ما يكون فيه النظام الجزائري غير شفاف إذا تعلق الأمر بفرنسا فدائما العلاقات مع فرنسا والاتفاقيات والإجراءات والصفقات دائما تحت الطاولة ولا توجد شفافية ونذكر مثلا على سبيل المثال عبور الطيران للعسكري للجزائر عندما جرى الحديث عنها أنذاك تحركت وسائل الإعلام للدفاع والتكليب واعتبارها مؤامرة على الجزائر حتى عندما خرج الناتق الرسمي باسم وزارة الخارجية عمر بلاني أشار لها بطريقة فيها غموض وغير وضوح ومنذ ذلك الحين لم يتم الكشف والحديث عن هذه المسألة رغم أنها لا تتعلق بالأمن القومي الجزائري طيران عسكري فرنسي يعبر الأجواء الجزائرية ليقبل في مالي هذه الحقيقة الواضحة والبينة أخفتها ولا توجد لا شفافية القانون يقول أنه كل سنة يتم تجديد الموافقة لا شيء ولا وضوح ولا توجد وثيقة ولا أي شيء من هذا القبيل قدمه النظام إلى الشعب الجزائري لأنه السبب الأساسي أنه من نظام الجزائري كما قلت ينظر بعقلية عسكرية إلى الشعب والأمر الثاني ينظر إلى الشعب بأنه لا يملك سلطة القرار وأن هذا الشعب ما يحتاج له النظام النظام يفرض نفسه ولا يحتاج للشرعية من طرف هذا الشعب بل أن الرئيس يحتاج إلى الشرعية من وزارة الدفاع وقيادة الأكامل والأجهزة الأمنية عندما طعت له الشرعية من هؤلاء الشعب يذهب إلى الجهي شكرا